في اكتر من فيديو تواصلت مع حضراتكم وقلت ان المحتوى الصوري والتعليق الصوتي لا يحققان ربحا باللغة العربية الفصحى باللغة المصرية يا عم الحج الفيديوهات والمحتوى ده ما بيحققش ربح خاف على نفسك وخاف على وقتك والمجهود المبزول بتتعب في انك تجيب صور وتركبهم على رعض في المنتاج وترفعهم في الاخر بيجيلك محتوى ومعاد استخدامه في الفترة الاخيرة تواصل معي اصحاب قنوات كتير تم خروجهم من اليوتيوب ولما بعتولي قناة بتاعتهم بدأت ابص على القناة تفاجأت بالانتي ايه هو لما اجدخل على القناة واعمل فيديوهات واشوف الفيديوهات الاكتر شهرة ادخل اشوف اهم 3 او 4 فيديوهات الاقيهم فستين صهرة ماشي جنب بعض كده او الوادي الكوري الحلو ده او البيت الكورية اللي ماشي جنب بعض ماشي او كتابة بدون اي قيمة وده بناء عليه تم رفض القناة طب ما هي كانت بتحقق ربح قبل كده بس كانت مش كتر شهرة مش كتر ساعات مش كتر فيديوهات اليوتيوب في المراجعة بيراجع القناة او الفيديوهات دي مناسبة للمعلنين لكن لما ياخدها ويراجحها مناسبة للشركة اليوتيوب بيتم رفضها ويتم رفض القناة وتاخد القناة محتوى معاد استخدامه وده بناءا على الفترة التجربية اللي انا شفتها على اكتر من قناة في الفترة الاخيرة ده بناءا عليه التجرب تعال بقى نشوف اليوتيوب نفسه بقول ايه اليوتيوب نفسه بقول يوتيوب حاليا لديه سياسات بخصوص نوع المحتوى الذي يلائم شركات برنامج شركات اليوتيوب وبكل تأكيد اي قناة لا تلائم سياسات اليوتيوب يتم اتخاذ اجراء حالها كمثل تعطيل الدخل فيها يعني هيعطل الربح شفت؟ يعني ما تفكرش انك حققت الربح فخلاص اعمل اي محتوى نزله غلط غلط خاف على شغلك خاف على التعب اللي انت تعبته انت طلعينك عشان تحقق شروط انت طلعينك عشان تجيب محتوى طيب كمل معايا بقولك شوف البند اللي جاي ده عشان تفهم المحتوى المقرر هو المحتوى الذي يتبين انه منتج بكميات هائلة لجزيادة عدل المشاهدات وبقولك من دون اضافة اي قيمة تعليمية مهمة او قيمة اخرى ده كل محتوى مقرر وتشمل الاتي القراءات الصوتية الالية للمحتوى التابع لجهة خارجية او مش وا او المحتوى الذي لا معنى له يعني ده او ده مرفوض ليه محتوى مقرر شوف على شغلك طب ما فيه قناة محمد ابو السيد ما حقق ربح محتوى صوت قالي فيه واحد واقع من دول العشرين ما ماتش واحد واقع من دول الاول مات دي ارزاق بقى يعني دي ارزاق انا بتكلم على السياسات اليوتيوب سياسات اليوتيوب فترة كبيرة جدا كان فيه قناة زي حياتي سيدتي دي او حياتك سيدتي دي فترة كبيرة جدا محقق ربحه عشرة العشرة ويمكن نفعل القناة ومثبت القناة وكل حاجة مية مية تم يقف الربح عليها وساد بس الفيديوهات اللي عليها فيديوهات ليه ولو جينا قفلنا ودخلنا على القناة تانية القناة تانية تشغالة من زمان برضو ماشي بس ماوقفش على الربح عليها ليه بقى ماوقفش على الربح لان القناة دي شغالة بحاجة حلوية جدا وهي ان هو بصور الفيديو ويكتب عليه يعني هي بصور الفيديو يعني هو مسلا قاعد بيقرى قرآن بيروح حط القرآن تحته ومصوره قاعد بيعمل حاجة مصلية بحطها تحته وبيصور هو بيكتب ده محتوى مكبول اه ده محتوى مكبول ليه لانه بقى حصري حصري ايه حصر ده يا متوحد كل واحدة اسمعوا يقول لي حصري 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 ايه حصري ده حصري ده حصري ده انا انت معك موبايل بتصور بيه فيديو اخد بالك من كلمة فيديو فيديو والفيديو ده بتبدأ تنزله على اليوتيوب وتكتب عليه كلام برحتك كده تبقى محتوى حصري لك ليه لانك بس اللي نصوره مش جايبه من اي مكان تاني لازم ناخد بالنا يا جماعة من المحتوى ده ليه علشان المحتوى ده لا يحقق ربح الا اذا الا اذا اضفت بكمية رهيبة منتاج قوي جدا يخليك من الخمسة في المية اللي بتم قبولهم يعني المحتوى ده بنسبة 95% مرفوض خمسة في المية مقبول ولاسا مية في المية لغاية دلوقتي لسه مش قالوا مية في المية وصريحة بس بقول لك ان لو فيه منتاج قوي وخلى الصور دي كانها متحركة يتم قبول القناة بس انا بقول لك بلاش ليه انا برمي نفسي في التهلكة ليه اروح للمحتوى عليه شك لما ممكن اعمل محتوى زي القناة دي سهلة جدا احنا اورا نهالكم سهلة جدا بسهولة جدا تقدر تعمل محتوى زي ده بس انت حتجوز عناوز الكاميرا وتعود برنامج المنتاج حتى صوتك مش عاديين بس اتمنى التوفيق لكم واتمنى كون قدرت اوضح لكم يعني ايه الكراءات الصوتية القليقة انا مش جايبها من نفسي لا ده اليوتيوب نفس هو اللي ايه الكلام ده ولازم تاخد بلاك قوي وجدا الفترة اللي جاية لان اليوتيوب ما بقاش بيهارزر ما بقاش بيهارزر بالتوفيق لجميع اي حد عند استثار او اي حاجة كومنتات موجودة وحنا تحت امركم شكرا